السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا وقبل كل شيء عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين في العالم وندخل في موضوعنا مباشرة إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع حاكيمي كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حاكيمي خلال الفترة المقبلة ونقلا عن موقع بي اس جي توك الفرنسي فإن حاكيمي بات مستهدفا من إدارة ريال مدريد التي تنوي التعاقد معه إذ حدد مسؤولو النادي الإسباني موعدا للاقتراب من استقطاب حاكيمي من أجل تدعيم صفوف الفرق وحسب المصدر ذاته فإن إدارة الريال ترى أن عام 2026 هو التوقيت المثالي للضفر بخدمات الظاهر المغربي من نظر إلى تشبت ناديه باريسان جرمان به في الوقت الحالي ولفت المصدر نفسه إلى أن حاكيمي يتواجد على رادار النادي الملكي ليس لأنه صديق من بابي الذي وقع في كشفات الفرق مؤخرا وإنما لكونه من بين الأفضل في مركزه في العالم ولكونه مدريديا أيضا ومن المرتقب أن تنتظر إدارة ريال مدريد حتى عام 2026 موعد انتهاء عقد حاكيمي مع البيس جي في حال أرادت التحرك لضمه في صفقة انتقالات حرة وفي تقارير أخرى إدارة باريسان جرمان تساعد لتمديد عقد حاكيمي لسنوات إضافية يواصل الدول المغربي أشرف حاكيمي لعب باريسان جرمان عن فرنسي رحلته مع فريقه العاصمة رغم انتقال صديقه كينيان بابي الذي كانت تربطهم علاقة وثيقة إلى ريال مدريد في ظل تدول شائعات حول عودة المغربي إلى فريق فريقه الأم ومجورة صديقه في النادي الملكي في السياق ذاته فندت صحيفة توب ميركاتو الفرنسية مغادرة حاكيمي أسوار حديقة الأمراء في ظل الشائعات التي طالته بعد انتقال صديقه إلى ريال مدريد وأشارت إلى أن أليخاندرو كمان وكيل أعمال الدول المغربي سبق أن نفى انتقال اللعب المغربي إلى أي فريق آخر في ظل عقده السري مع نادي العاصمة وشددت الصحيفة عن الدور المحوري الذي يلعب أشرف حاكيمي في باريسان جرمان حيث يعتمد عليه أساسيا في مباريات الفريق في مختلف المنافسات إلى أن غياب الأسد الأطلسي عن الجولتين الأخيرتين من الدور الفرنسي التي نفذ فيهما باريسان جرمان على نيس بنتيجة 2-1 وميدز بـ 2-0 هو ما أثار الجدل بخصوص مغادرة حكيمي الفريق الباريسي وأداف المصدر داتو أنه لا توجد نية لمغادرة النجم المغربي النادي الباريسي وأن إدارة النادي تستعد لتمديد عقده الذي ينتهي حلول صيف 2026 ونوهت الصحيفة الفرنسية بالأداء الذي قدمه الدول المغربي مع باريسان جرمان منذ اتحاقه ببارك دي برانس هيتو شارك في 120 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وقدم 19 سمريل حاسمة كما خذ هذا الموسم 40 مباراة منها 25 في الدور الفرنسي سجل خلالها 5 هدف وقدم 7 سمريل حاسمة ونضم حاكمي لنادي الحاسمة في صيف 2021 قدما من انتر ميلانو الإيطالي بصفقة تجاوزة 60 مليون يورو ويمتد عقده حتى صيف 2016 وإلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر المتعلق بابننا أسرف حاكمي نتمنى لكم عيدا مباركا يدخل عليكم بالصحة والعافية وطول العمر ونشكركم إن باقشوا معنا إلى نهاية الفيديو شكرا لكم وليلا سعيد ترجمة نانسي قنقر